قوات البيشمرقة الكردية هدف لمسيارات مفخخة بذات الاسلوب المتبع في استهداف الوجود الامريكي في العراق مسيارتان مفخختان استهدفتا معسكرا للقوات الكردية في منطقة تضم مقرات للقيادة الكردية بمصيف صلاح الدين شمالي اربيل وخلف اضرارا مادية اربيل دانت الهجوم وطالبت الحكومة الاتحادية بتحمل مسؤولية ردع الجنات ومحاسبتهم هذا الهجوم الذي حصل يوم امس هو جديد وتطور نوعي نحو استهداف قوات البيشمرقة في الاقليم وهذا يعني يشكل خطرا على الاقليم على امن الاقليم ويجب معالجته بغاية السرعة وبكافة الامكانيات بيان اقليم كردستان قال ايضا ان الهجوم نفذ من قبل مجامع خارجة عن القانون في اشارة الى حزب العمال الكردستاني بيان الاقليم حمل الاطراف المهاجمة والحكومة الاتحادية على حد سواء مسؤولية هذا الهجوم متهم البيان بغداد بتمويل من اسماهم بالجماعات الخارجة عن القانون هذا ما جرى في اربيل فيما يخص تعليق بغداد على الهجوم مع الزميل منتظر رشيد بغداد فوجئت بمكان وتوقيت الهجوم رئيس الحكومة محمد الشيع السوداني وصف ما تعرض له مصيف صلاح الدين بالحادث الاجرامي الذي يهدف الى العبث بالامن والاستقرار الداخلي السوداني امر بفتح تحقيق مشترك مع اجهزة الامن في الاقليم لمعرفة الجهة التي نفذت الهجوم لكن المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي ابدى استغرابها مما اسماها بالتصريحات غير المسؤولة التي اطلقتها اربيل والتي وصفها بالمضللة وغير المسؤولة والتي تضمنت اكاذيب باطلة حول تجويع مواطني الاقليم هذه الهجمات مدانة وتعمل الحكومة العراقية والاجزة الاستخبارية والامنية على متابعتها والوقوف ضدها وكذلك العمل والتنسيق مع حكومة اقليم كردستان ودعم وحث قياة العمليات المشتركة للعمل والتنسيق مع قوات البشمرق في مواجهة هذه الظاهرة مصدر امني كشف ان عناصر من حزب العمال الكردستاني والذين ينتمون الى احد الوية الحجد الشعبي في محافظة نينوى هم يقفون وراء الهجوم على مصيف صلاح الدين حيث يتهمون اربيل بتقديم معلومات للقوات التركية التي تستهدف مواقع وقيادات مسلحي حزب العمال الكردستاني داخل الاراضي العراقية من بغداد منتظر رشيد العربية لمتابعة المزيد من الاخبار والبرامج والقصص الانسانية والوثائقيات والتقارير الاخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الاعجاب وتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة